أنا أعرر إذا أريد أن أعمل مؤتمر صحفي أو لا سجال حاد جديد متفرع من قضية حاكم مصر في لبنان رياض سلامي السبب رفض الحكومة محاميين اقترحهما وزير العدل لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي هذا الرفض يثير غضب وزير العدل فبغياب المحاميين يفقد لبنان الحق باسترداد الأموال المتأتية من أعمال فساد لتستفيد في المقابل فرنسا صار فيه تشويه متعمد لهالسير الزيتية والهدف أنا برأيي كان تأخير بتسمية أو بملاحقة أو بمتابعة الملفات المعروضة قدام المحاكم الفرنسية باسكال بوفي وإيمانويل داود هما المحاميان الفرنسيان المقترحان للدفاع عن حقوق لبنان وزير العدل المحصوب على التيار الوطني الحر واثق بأهليتهما لكن مصادر حكومية تشكك بحيادية أحدهما على الأقل في ملف الحاكم الفائق الحساسية تفاصيل إجرائية وغيرها مرتبط بالصلاحيات استفاد فيها وزير العدل لتأكيد صحة تعيينه المحاميين الفرنسيين في قضية رياض سلامي ولكن السؤال هل إن الصلاحيات هي سبب السجال أم أن وراء الأكمام وراءها من انقسام سياسي واضح حول قضية الحاكم يرى مراقبون أن قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي تثير انقساما في الطبقة السياسية بين من يريد تحميله ومن يمثل مسؤولية أخطاء حقبة سياسية سابقة بكاملها في مقابل من يتصدى لذلك ومن يسعى لعدم كشف الكثير مما يعرفه الحاكم الناس بدأت تكون إلى صف حاكم المصرف المركزي وبدأت تغطي ومنهم الحكومة وبرئاسة نجيب ميئاتي ومنهم الحكومة اللي بدأت تغطي على موضوع الاختلاسات وبالتحالف مع حاكم المصرف المركزي الطرف الثاني هو طرف عنده مصالح متنائدة هو من ضمن المنظومة أعني وزير العدل لكن هذه المرة موقفه سليم جدا في الأسبوع الأول من يوليو يرتقب صدور قرار فرنسي في شأن الحجز على أموال سليمي من واجب الدولة قبل ذلك حسم هوية محاميها لاستعادة الأموال في حال تأكد ارتباطها بفساد ما وإلا ستكون من نصيب فرنسا كلودي أبي حنى قناة الغد بيوت